سؤال اليوم هل تتوقع كلاود لا زال حي لحد يومنا الحالي وإذا كان كذلك اذكر لنا السبب من وجهة نظرك وقف المقطع وشاركنا في خانة التعليقات هل والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعا لكم بمقطع جديد ومقطع زلها في مقطع اليوم راح نتكلم عن موضوع مهم وشيق وهو هل كلاود بطل جي تاي 3 لا زال حي لحد يومنا الحالي 2021 او انه توفى ولم يعد موجود فيديا اليوم راح نفصل بالكامل عن هذا الموضوع وايضا راح نشوف الادلة ورح نشوف كلام روكستار جيمز على الموضوع باكمله فخلونا بسم الله نبدأ طيب زي ما تعرفون كلاود احد اقوى واهم ابطال سلسلة جي تاي وفي عدد كبير من اللاعبين فعلا حقيقة يحبوه خصوصا انه تقريبا البطل الاول الفعلي لسلسلة جي تاي كلاود زي ما الكل يعرف يا اخوان قاتل صامت يقتل بلا قول اي كلمة يقوم بما عليه بلا اي تردد وبلا ان تراوده افكار ثانية طبعا زي ما تعرفون نهاية جي تاي 3 كانت مفتوحة وانتهت اللعبة فعلا ونحن ما نعرف ايش صار على كلاود بالضبط ويش كانت نهاية اذاك الكثير كانت سأل ايش صار عليه هل هو لا زال حي او انه مات في نهاية القصة والى اخره واجابة هذا السؤال جات من روكستار جيمز نفسها المهم قبل عدة سنوات وتحديدا في 2011 قبل اصدار جي تاي في روكستار جيمز كان عندها فعالية وكانت عبارة عن اسئلة واجوبة بحيث انها تاخذ اسئلة المحبين ويجاوبون عليها عن طريق نيوز واي الرسمي واحد الاسئلة اللي جاتهم كانت ماذا حدث لكلاود وما هو مصيره هل هو ميت او حي في نهاية جي تاي 3 واجابة روكستار جيمز كانت غير واضحة تماما وفيها قالوا هو بكل التأكيد ليس ميت اما بالنسبة لما حدث له فنحن لا نعلم زي ما شفتي اخوان نعم روكستار جيمز اعطت اجابة وتوضح نوعا ما الحقيقة لكن لحد الان هناك ضبابية موجودة في الموضوع قالوا لنا نعم كلاود ما مات لكننا ما نعرف اي صار له نهائيا وهل هو عايش اليوم او لا ما ندري عن هذا الامر ابدا طيب نجي لعصر الاتش دي وتحديدا جي تاي 4 واللي كان فيها العديد من التلميحات لكلاود وانه لا زال حي في احد المباني المعروفة بامكانك رؤية هذا الرسم الموجود وفيه مكتوب كلام يشير الى جميع ابطال سلسلة جي تاي او معظمهم خلونا نقول والكلام كان كالتالي بدءا من الاسفل تذكر يا تومي انت لازلت ايقونتي ارقد بسلام يا توني اشارة طبعا لتوني سيبرياني ارقد بسلام يا كارل وهي اشارة ايضا لكارل جونسون سي جي ونجي للمهم واللي له علاقة بفيديو اليوم ارقد بسلام يا كلاود العالم لما شافوا هذا الرسم في 2008 الكل انجن هل هذا الجرافيتي يؤكد فعلا حقيقة انه كلا من توني وكلاود وسي جي ماتوا في سنة 2008 او قبلها الاسئلة والنظريات كانت تطلع من كل مكان والموضوع كل ماله كان يسخن اكثر واكثر واكثر خصوصا احيال كلاود المهم زي ما تعرفون في جي تاي فور لوكستار جيمز احتطلق الحرية في اختيار مسار القصة وتحديدا نبغى نركز لما تختار بين انك تقتل بلاي بوي اكس ولا انك تقتل دوين طبعا نحنا عشان نكمل موضوع كلاود لابد علينا اننا نقتل بلاي بوي اكس ولما تقتلوا زي ما تعرفون فعلا راح تستولي على شقة وتاخذها وتاخذها لنفسك عموما في غرفة تبديل الملابس راح تلاحظ انه هناك ملابس جديدة بامكانك انك تلبسها بنيكو بليك واحدهم كان عبارة عن لبس كلاود الشهير زي ما تلاحظون فالناس انفجعت اتجاب لبس كلاود هنا هل فعلا مثلا بلاي بوي اكس وعصابته قتلوا كلاود واخذوا ملابسه خصوصا انه كلاهما كلاود وبلاي بوي اكس يعني مجرمين في ليبرت سيتي ولهم صولات وجولات في المدينة فقالوا انه ممكن فعلا حقيقة بلاي بوي اكس قتل كلاود واخذ ملابسه لذلك انت تشوفها في شقة المهم الموضوع كبر يا اخوان خصوصا بعد موضوع بلاي بوي اكس ووجود ملابس كلاود عنده والموضوع كبر زي ما قلتلكم وزاد عن حده لدردت ان روكستار جيمز مرة اخرى رجعت وجاوبت على اسئلة المتابعين احد الاشخاص سأل في جي تي اي 4 هناك جدار يحتوي على اسامي ابطال سلسلة جي تي اي السابقين وقبل كل اسم كان هناك عبارة ايرقود بسلام هل هذا يعني انه فترة 3D وتايم لاين جي تي اي 3 انتهى او انكم ستعيدونه يوما ما روكستار جيمز ردت وقالت الرسم كان فقط عبارة عن مزحة للمحبين وتايم لاين جي تي اي 3 ليس منتهي بالتحديد لكنه عالم مختلف عن جي تي اي 4 فقط اسماء الشركات والبراندز ومحطات الراديو وبرامجها هي اللي تنتقل بين العالمين والسبب في ذلك يعود الى اننا شعرنا ان جي تي اي 4 تحتاج لشخصيات جديدة ومختلفة خصوصا انه اغلب شخصيات العالم السابق بين جوسين 3D يونيفرس ميتين اوبا وقعنا في الكمين يا اخوان روكستار جيمز برضو في هذه الاجابة ما كانت واضحة اجابتها كانت يعني دبلوماسية قالوا انه الجرافيتي او الكتابة اللي تقول ارقد بسلام يا كلاود عبارة عن مزحة عبارة عن مزحة وما لها علاقة بالقصة الكل انبسط هنا في نهاية الاجابة قالوا انه اغلب شخصيات العالم السابق او عالم 3D يونيفرس ميتين لما قالوا هذه العبارة كذا رجعونا للتساؤل الاول ولا كأنه صار شي للامر ولا كأنهم يعني اعطونا اجابة من الاساس نرجع مرة اخرى يا روكستار جيمز هل كلاود حي او لا هل هما يقصدون انه مثلا شخصيات الام بي سيز الموجودين في عالم 3D يونيفرس هما اللي ماتوا ولا انهم يقصدون شخصيات القصة الموجودة في 3D يونيفرس هما اللي ماتوا ولا انهم الابطال هما اللي فعلا حقيقة ماتوا اجابة روكستار جيمز كانت جدا جدا غريبة وكلمة اغلب توضح انه الامر مو متطبق على الكل يعني مو الكل ميت من عالم 3D فايش رايكم في الموضوع هل تتوقعون فعلا كلاود حي او انه كلاود من الاشخاص اللي ماتوا من ضمن القاعدة اللي وضعتها روكستار جيمز المهم نجي لاكبر دليل اللي يأكد لنا انه كلاود لازال حي في جي تي اي في وتحديدا في طور القصة 2013 تم العثور في ملفات اللعبة الرسمية على شخصية كلاود زي ما تشوفون لكنها لم يتم استخدامها نهائيا ولم يتم تطويرها بشكل كامل لانه زي ما تلاحظون الشخصية غير كاملة نهائيا كلاود يظهر بلا ايادي وبلا اقدام ايضا طبعا ربما كانوا روكستار جيمز يعني راح يستخدمونه في اللعبة بشكل ما سواء كاستر ايغ او كاتسينا وغيرها لكن لم يصل هذا الامر لمراحل متقدمة طبعا بناءا على مظهره وشكله واضح جدا انه تم الغاء فكرة ظهور كلاود في جي تي اي في المراحل الاولية من اللعبة لكن ان دل هذا الامر على شي فهذا يدل على انه كلاود لازال حي ويرزق في 2013 والحد يومنا الحالي ولا ليش روكستار جيمز راح تستخدمه لو فعلا كان ميت فظهوره في مرفات اللعبة وانه موجود في جي تي اي في وكان له خطط من قبل روكستار جيمز دلالة كبيرة على انه كلاود لازال حي ويرزق في يومنا الحالي والعشرين واحد وعشرين وتقريبا يا اخوان هذا هو مقطعا لليوم وفيه شفنا هل كلاود لازال حي او لا وغالبا يا اخوان كلاود لازال حي لحد يومنا الحال شاركونا اراكم في خانة التعليقات هل تشوفوني كلاود لازال حي او انه مات واذا كان عندكم ادلة اخرى اكتبونا اياه في خانة التعليقات طيب كيصلنا معاكم نهاية المكتبة لا تحرمونا من اللايك والسبسكراب وتعليقاتكم الحلوة السلام عليكم